نشط وظهير أهلا بكم هذه أبرز العنوين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل والقصف مركز على رفح رغم تحذيرات أممية من وقوع كارثة هائلة وكالة والإنعاش والتلمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقليل الشمال تقدم حصيلتها وفيها ما يناهز ثلاثة ألاف وسبعمائة مشروع في السنوات العشر الأخيرة جالسوا والعملات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي محور يوم دراسي في مدينة الدخلة لسينما التحريك مهرجان دولي بمدينة مكناس بلغ دورته الثانية والعشرين من أهدافه النهوض بالثقافة السينمائية لدى الشباب والتحسيس برهانة المستقبل على رأسها التنمية المصدامة يواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل وبلغ مائتين وثمانية عشر يوما واقتربت حصيلته من خمسة وثلاثين ألف شهيد ووصل جيش الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق مختلفة في القطاع خاصة في رفح ومخيم النصيرات ومدينة غزة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية هائلة في مدينة رفح المقتضى بالسكان يونس رفيق حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى قرابة خمسة وثلاثين ألف شهيد وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية استشهد ثمانية وعشرون فلسطينيا فيما تتواصل الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة صباح اليوم ما يناهز ثلاثمائة ألف شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من ماي تاريخ إصدار جيش الاحتلال أوامر الإخلاء وبدء العمليات البري وحصلت غارات في قطاعات مختلفة من غزة بعد نشر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع في هذا القطاع الذي يشهد حربا مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وقالت الولايات المتحدة إنه من المنطقي الاعتقاد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة لكن واشنطن لا يمكنها أن تخلص إلى ذلك بشكل قاطع وستواصل تسليم أسلحة إلى هذا البلد وفقا للتقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة توازيا اعتبرت غالبية صاحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أن للفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية داخل أروقة الأمم المتحدة إذن يتوصل دعم غالبية الدول ترى بدولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية والمغرب من أوائل الداعمين لهذه الطلب البحثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك أفادت أن المغرب أشاد باعتماد الجمعية العامة قررا يدعم هذا الطلب تمنح الجمعية العامة من خلاله لدورة فلسطيني امتيازات وصلاحيات إضافية داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة وأبرزت البحثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس ستواصل كما دأبت على ذلك ترافعها من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمته القدس الشرقية وصوتت غالبية صاحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة أمس على قرار يمنح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية ويدعم طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في ظل غياب ضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف بعد مواد دياد دستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات في خطوة غير مسبوقة أعلن أيضا تولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية أمير الكويت أشار إلى أن اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها وعز الشيخ مشعل قراراته إلى تدخل بعض النواب في صلاحية الأمير وفرض البعض الآخر شروطا على تشكيل الحكومة وطنيا ما يناهز ثلاثة ألاف وسبعمائة مشروع تم إنجازها خلال العشر سنوات الأخيرة بالأقاليم الشمالية هي حصيلة برنامج وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والشماعية في عمالات وأقاليم الشمال التي تم عرض تفاصيلها خلال المجلس الإداري للوكالة المنعقد بداية الأسبوع الجاري وهي برامج ترم تحقيق تكامل تنموي بين مناطق الشمال وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الساكنة إنجاز أزيد من حوالي ثلاثة ألاف وسبعمائة مشروع وبنسبة ستة وسبعين بالمئة عندما تم السنة الماضية هذه حصيلة تنزيل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وقد جاء ذلك خلال العرض التفصيلي لحصيلة الوكالة ما بين 2019-2023 خلال اجتماع مجلسها الإدارية لمنعقد بداية الأسبوع الجاري تم عرض جوج المحاور المهمة ألا وهي البرامج المهيكلة لكن كانت انطلاقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله كطنجة الكبرى، تيطوان والنواحي، منارة المتوسط لتأهيل المدن العتيقة كمدينة تيطوان بالإضافة إلى البرامج التقليص من الفوارق المجالية بالعالم القراوي هي برامج تهدف إلى تحقيق تكامل تنموي بين المناطق الشمالية من بينها البرنامج الجهوي لمركز الجبهة والجماعات الترابية التابع لها بإقليم شفشاون من أجل تنزيل هذا البرنامج أطلقت الوكالة أزيد من 2600 صفقة خلال الأربع سنوات الماضية هذا البرامج عرفت من الفترة الممتدام عرفت عقد 2166 صفقة مصادقة عليها مايو عاديل 483 صفقة في السنة بلغت الميزان الإجمالي لإعطاء البرامج 11.5 ديالة الملايير ديالة الدرهم مايو عاديل جديد من الدرهم سنويا كل هذا من أجل تحقيق عدالة مجالية بين مختلف المناطق الشمالية حيث سيتم حصر التركيب المالي لميزانية تفوق ستة ملايير درهم لتمويل مشارعتهم متأهيل الطرابي الأولوي وتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز العرض المجالي للاستثمار ولتسريع ورشيلا مركزية كسبيل لتحقيق التنمية المجالية للتحول الرقمي دور مهم شكلت هذه الآلية آلية التحول الرقمي محور يوم دراسي نظمته بمدينة الداخل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم روبرتاج نزار بحوت تحرير ناديا اليوبي لأجل تطوير مستوى أداء عملها ولأجل تحقيق التنمية وخدمة مصالح الساكنة تتجه مجالس العمالات والأقاليم نحو التكنولوجيا الرقمية باعتبارها وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية فتح النقاش بشكلها يطرح الإكرهات ويطرح العراقيل والإشكاليات الحقيقية التي تواجهه من أزل تنزيل هذا الورش وذلك بطبيعة الحال رغبة في تحقيق المراد وهو خدمة جديدة وخدمة سريعة لفائدة المرتفقين لهذه الجماعات والمجالس خلال هذا اليوم الدراسين وقشة مواضيع تتعلق بتحديات التي تواجهها مجالس العملات والأقاليم من أجل تنزيل ورش التحول الرقمي وكذا ترحي الإشكاليات والإكرهات والصعوبات التي تعترضها قررنا على أسس في الجمعية على أسس نقش ندوى مع الوكالة الرقمية ونعرفوها العراقيل التي تعرقل هذه العملية بشأنها أننا نحاول مأمكان نرجع لإدارات رقمية يعني إدارات بدون ورق التعامل معها يكون تعامل رقمي لكي سهل التواصل مع المواطنين وكي سهل توصيل خدمة للمواطنين التكنولوجيا الرقمية رفعة حقيقية للتطور الشامل في المجتمعات والتدبير العمومي حيث تعزز النجاعة وترتقي بجودة الخدمات العمومية وتيسر الولوجة إليها وتزيد من الإنتاجية والقدرة التنافسية لمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مدينة الدخلة سيد عبد العزيز الدريوش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم أهلا بك السيدي كيف يمكن للتحول الرقمي أن يساهم في تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللا مركزية وكيف له أن يساهم في تطوير وتجويد أداء الجماعات الترابية خدمة للتنمية مساء الخير أستاذة زهراء عبد العزيز الدرويش أهلا وسهلا كما هو معروف على المستوى العالمي التكنولوجية الرقمية الآن أصبحت من مؤشرات العالمية من أجل معرفة مدى تقدم البلدان والمغرب كباقي سائر الدول المتقدمة والأسرية أصبح منذ التسعينات ينافسوا ويتأهلوا في هذا المجال بحيث أنه اليوم حسب الإحصائيات نسبة تغطية الهاتف النقل تتوصل إلى 137% نسبة تغطية الانترنت هي 94% المستوى الوطني والتكنولوجية الرقمية والتكنولوجية الرقمية كآلية من آليات التدبير اليومي الإدارات والمجالس الترابية أصبحت تدخل في خريطة وفي استراتيجية العمل الحكومي خصوصا وأنه خطب السامية دي صاحب جلال ينصره في لا في ذكرات 48 المسيرة الخضراء والافتتاح السنة الشريعية أعطا توجيهاته السامية للحكومة من أجل العمل على فتحة الأوراش وتسهيل مموريات المواطنات والمواطنين في تعاملهم مع الإدارة هذا التعامل كما اسمه وصاحب جلال بعض المرات يصبح كمصار محارب لما توجهه لبعض الإدارات الآلية الرقمنة المجالس العملية الأقليم تدخل في إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية عبر المديرية العمال جماعات الترابية وبتنسيق مع مديرية الرقمنة والتي تتنسيق مع جمعيتنا من أجل إرساء مجموعة هذه البرامج التدبيرية اليومية لما جلسنا كمثل مجالس بون إما رخاص بون إما شيكايا بون إما وطائق بون إما هذه التوجيهات الملكية وما يبذل من جهود في هذا الجانب سيد الدرويش أي مستوى بلغه التحول الرقمي وما هي أهم الجهود المبدولة لتسريع هذا التحول بالنسبة لنا مدم تمثليتنا على مستوى 75 عمل وإقليم يعني هو تمثيل وطني الرصد اللي درناه من خلال ومن خلال التوصيات اللي خرجوا في الندوة السيدات والسادة الرؤساء والمتدخلين منهم مديرية التنمية الرقمية ولا وكالة التنمية الرقمية وتدخلات الفاعلين في المجال بيناس بأن هناك تفاوت حقيقي خصوصا في المجال القروي مجالس العملات والأقاليم تتضم بعض الجماعات الترابية القروية للأسف مازال تكنولوجيا ومازال نقص مواريد البشرية الخاصة بهذا الورش المفتوح أكيد أن هناك مجبهودات قيمة تبدلها المديرية الجماعات الترابية أكيد أن هناك برامج تكوينية هناك برامج عصرانة يعني الآليات التكنولوجيا من حواسيب وغير ذلك ولكن لا زلنا نطالب ونترافع من أجل دعم المزيد من دعم الجماعات الترابية خصوصا مجالس العملات إلى جانب ورش التحول الرقمي ما هي باقي الرهنات المطروحة على جمعيتكم والتي عقدت جمعها العام من خلال تعاقد لدرناها مع سيدات والسادة الرؤساء الـ 75 للإقليم هذه السنتين فالتزمنا معهم بدورية هذه اللقاءات اللقاءات التي تمت لحد الآن في سيدة إفني السعيدية خنفرة وغيرها من بعض الأقليم ورحمنا لقد قمنا جمعات اللقاءات بمواضيع مختلفة تراكمية ترافعية من أجل الخروج بمجمعات التوصيات الورش البناء المؤسساتي مازال مفتوح من أجل تقييم تجربة العشرية ديال القانون التنظيمي ديالجماعات الترابية خصوصا مجالسنا مجالس العملات والأقاليم نحن مجتغلين على هذا البرنامج في إطار هذا التعاقد وأكيد أنه المحطة القادمة ستكون في عاصمة جهوية من العواصم ديالجهات الـ 12 لعندنا ولما لا في إقليم من أقاليم الجهة كل هذا من أجل تعزيز أواصل التواصل بين السادة الرؤساء في إطار التكامل في إطار تعاضد في إطار تبادل التجارب والخبرات على مستوى كل عمل أو إقليم كل عمل أو إقليم عندها نقط قوة ديالها إحنا هذا الإطار المؤسساتي التي تجمعنا واللي هو جمعية رؤساء مجالس العملات والأقاليم تستغل الفرصة من أجل التبادل هذه التجارب وخصوصا أننا لازلنا نطالب بتقنين وتجويد القانون التنظيم المنظم لجماعات للعملات والأقاليم شكرا لك سيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العملات والأقاليم كنت مباشرة معنا من الدخلة اضطرابات تطال حركة سير القطارات على محور الدار البيضاء القنيطرة المكتب الوطني لسكك الحديدية أفاد بأن هذا الاضطراب ناتج عن إعادة تأهيل نظام التشوير على هذا المحور وذلك خلال الفترة ما بين الثاني عشر والسادس والعشرين من شهر مايا الجاري أي بدءا من يوم غدنا الأحد لتشخيص المبكر أهمية كبيرة في مسار التكفل بمرضى الالتهابات المزمنة كمرضية الروماتيزم سلط الضوء على هذه الأهمية التي يكتسيها الكشف المبكر خلال لقاء في الرباط قدم خلاله المشاركون من أطباء وخبراء أهم الخطوات الوقائية لتحسين جودة حياة المرضى روبرتاج من تحرير جهاند فوزي الشرقوي مشاركة في برنامج اليوم التحسيس حول الأمراض الروماتيزمية والصدفية لفائدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب العمود الفقري اللاصق اللقاء كان فرصة لتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وفي اللقاء أسئلة طرحت من طرف المرضى وأجوبة كانت شافية من طرف المتخصصين في هذه الأمراض أجوبة استبدلت آلام المصابين بالأمل في غد أفضل شمس غداء اللي عاد الشرق غداء إن شاء الله بكل إيجابياتها للمرضى والمصابون بمرض الروماتويدي ومرض التهاب العمود الفقري اللاصق ومرضى صدفية روماتيزمية لهذه الناس كانوا عيشين في أحد العزلة اليوم صبحوا كيتعالجوا اليوم صبحوا كي يكشفوا الكشف مبكر كان اليوم يوم تحسيسي حول أهمية التشخيص المبكر عند مرضى الروماتيزم خاصة الأمراض الالتهابية المزمينة بما فيها مرض الروماتوييد مرض التهاب الفقر اللاصق ومرض الروماتيزم المصاحب لمرض الصدفية وقدمنا شروحات وتفعلنا مع المرضى حول أهمية التشخيص المبكر أهمية العلاج في إطار منظومة صحية وكذلك لتحسين جودة حياة المرضى ويبقى التشخيص المبكر الخطوة الأولى لعلاج فعال لمرضى الروماتيزم بالإضافة إلى اتباع نمط حياة سليم بعيدا عن الحركات اللائرادية والتوثر وسوء التغذية الظهيرة متوصلة فيها أيضا حديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد المبارك والمربون يدفعون بارتفاع أسعار الأعلاف سببا فيما منتجوا الأعلاف يؤكدون انخفاض أسعارها مقارنة بالعام الماضي في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط تستحضر ذكرى المحامي والحقوقية الراحل عبد العزيز النويتي وقبل ذلك زخة رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد متوقع يومه السبت المدرية العامة للأرصاد أوضحت في نشرة انذارية بهذا الخصوص من اللون البرتقالي أن هذه السخات ستهم مناطق إفران وخنيفرة وبولمن وصفر وميدلت بدءا من الثانية من بعد زوال اليوم إلى غاية الثامنة مساء وذلك بمقيس تروح بين 20 و40 ميليمترا كما جاء في العنوين على بعد نحو الشهر من عيد الأضحى المبارك أسعار الأضاحي وأيضا أسعار اللحوم الحمراء تستأتر بنقاش داخل المجتمع يسري الحديث عن ارتفاع كبير في الأسعار وفي تفسير ذلك يدفع مربو الماشية بارتفاع أسعار العلف سببا وفي مقابل ذلك تؤكد الشركات المنتجة للعلف أن سعر الأعلاف انخفض هذه السنة مقارنة بسنة الماضية روبرتاج هشام بهلوان تحرير يونس رفيق جودة قطع الأغنام ترتبط بجودة الأعلاف وارتفاع سعر الأضاحي يربطه مربو الماشية بارتفاع ثمن العلف خصوصا في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك إضافة إلى توالي سنوات الجفاف تماما دي نطلع نظر التراكمات دي الجفاف يعني 4 سنين ولا 3 سنين كان عيش شبه الجفاف هذا العام كان عيش واحد قدروا نقولوا شح الأمطار ما كاناش الأمطار باستثناء الأمطار الأخير اللي هي تستقطط في رمضان غد نعيش شوية ما بعد العيد الكبير أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعا كبيرا بالمغرب حيث وصل سعر لحم الغنم إلى 120 درهما والذريعة دائما سعر العلف المرتفع إضافة إلى تراجع أعداد القطيع الوطني سبب السوق المقليلة المقليلة العلف غالي المليح مكيش المليح ديقل السعر كين السعر السعر هو الفلاح الفلاح دبا هو كي احتوه كي آني توجهنا إلى إحدى الشركات المنتجة للعلف بالمغرب مديرها التجاري أكد لنا أن سعر العلف ترجع بـ 30% مقارنة مع السنة الماضية بعد كورونا كانت تقريبا زيادة ديال واحد جدرهم في الكيلو ديال العلف يعني أنه العلف كانت زادت تقريبا بالنص ديال القيمة دياله هذه الزيادة اللي كانت في التالي ديال الفين وثلاثة عشرين وهذا العام هذا راح حيدات أكثر من درهام من ذاك الزيادة يعني 50% 60% ديال ذاك الزيادة اللي كانت زادت كاملا انقصة إذن بالمقارنة مع السنة الفاريطة تمندي الأعلف راح انقص تقريبا بواحد خمسة وعشر في المئة تلتلاتين في المئة وأمام ترجع سعر العلف وتدارك العجز الحاصل في قطيع الأغنام بفتح باب الاستراد ودعم المستوردين من قبل الحكومة يبقى السؤال عالقا عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بالمغرب وقطاع تربية الإبل يعد النشاط الفلاحي المهيمن بجهة العيون واذ الدهب يلعب دورا مهما في إحداث دينامية اقتصادية والشماعية ويمكن تعزيز هذا الدور من خلال تطوير خبرات البحث في مجال تثمين منتجات الإبل خاصة في مجالة التغذية والتجميل ومستحضرات طبية أفاق كانت محور يوم علمي نظم بالمعهد الإفريقي للأبحاث الزراعية المستدامة من فم الواد ضواحي العيون روبرتاج يوسف ويشو زهير هنا بقطع يتجاوز المائة ألف رأس يظل الكسب أو الرعي النشاط الفلاحي الرئيس الممارس بجهة العيون على الرغم من محاولات عدة تعاونيات ثمين منتجات الإبل من خلال تحويلها إلى مواد مصنعة ذات الاستعمالات المتعددة كالتجميل والتداوية والتغذية كذلك نحن كأهل المنطقة بغينا نمرقوم من هذا الإطار التقليدي ديال فقط أن نستهلك لحم الإبل ودروة الإبل فنحن كتعاونية فكرنا أنه ننتجو منذ سنوات ننتجو مستخلصات ديال حليب الإبل منها منتجات تجميلية نحن نظريك نخدمه بشكل تقليدي لأن لونسا ما هي عندنا ونبغوها تتعود عندنا لونسون باش نطوروا روصنا ونطوروا ندخلوا الأسواق ونعودوا في فاق جديدة لكن خص الكساب المولي يطور أفكاره وخص هذا الحليب اللي ينتج خص المولي تكون فيه مد خص هذا الحليب يعود بحال دياله بحال هذا اللي فيه ست شهر سبعة شهر ويعود ببودر ريهان تطوير منتوجات الإبلة من خلال ولوجها إلى مجال التصنيع العصرية إلى جانب التسويق تحديات شكلت محاور النسخة الأولى من ورشة العمل هاتها من أجل استغلال وثثمين أفضل لهذه المنتوجات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة التعاونيات اللي كيخدموا على هذا الشي لكن ما عندهم شي ترخيص ما عندهم شي أبحاث علمية يعني الأبحاث اللي داروهم والخدمة اللي كيخدموهم كيخدمو خدمة ما منبنياش على أبحاث في مختبر ذاك شي عليش الهدف ديالنا إن شاء الله حاولا ما أمكان أنا ندروا لهم أبحاث علمية نطبقوا لهم ذاك شي في المختبر ونعطيهم ذاك شي بنيد ديهم إن شاء الله باش حتى لا داروا شي منتوجي لهم تكون سهل لهم الترخيص وكيفاش ممكن أن نستعملوا التكنولوجيا بشكل فعال باش نعطيهم بمجال الإيبيليات من ناحية التسويق ومن ناحية تطوير المارشي لوكال وانترناسونال هي أوراش علمية تؤسس من أجل النهوض بالإيبيليات تقطع مع النمط التقليدي في الاستغلال وتمنح فرص أكبر للثثمين والرفع من مرضودية القطاع ما بعد البكالوريا مرحلة حاسمة في تحديد ليس فقط التخصص الأكاديمي بل أيضا وعلى الخصوص المسار المهني تلميذ البكالوريا وموازة مع استعدادهم للمتحانات يساعدون أيضا لهذه المرحلة ويلجأون لحسم اختيارهم إلى ملتقيات التوجيه الملتقى الإقليمي للتوجيه المهني والجامعي في زاقورا عمل على مواكبتهم وتوجيههم طيلة أربعة أيام روبرتاج زهب عزيزي الحسن بالعلي بثانوية المجد كان لقاء تلميذ أساتذة وممثلون لمختلف الكوليات والمدارس العليا العمومية والخاصة تجمعوا في الملتقى الإقليمي للتوجيه الجامعي والمهني المستفيدون التلميذ المقبلون على امتحانات البكالوريا حلم ديلي وأنني ندير لا مدسين وكان عندي حلم فأنا ندير لانجينيوغي ولكن بسبب هذا الملتقى يعني تعرفت ما فقط كان فكر غير في لا مدسين تعرفت على تخصصات أخرين اللي يعجبوني وزعموا من كراش أنني يكمل فيهم نشوف العديد من الكليات ونشوف الأفاق المهانية والمستقبلية من بعض البكالوريا وفتح لنا قربوا لنا المعلومات تقريب للمعلومات وبسط للمعطيات والتخصصات وعرض لآفاق وشروط الولوج مبادرة تقف وراءها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمعية المجلس الإقليمي لزاقورا تقديمنا ما ديش دي لواحد عدد دي الكليات بما فيها كلية الطيب الجامعات دي الاستقطاب المفتوح وأيضا المؤسسة دي الاستقطاب المحدود وأيضا خدموا مع المتعلمات والمتعلمين دينا يعني كيفية الولوج لهذه المؤسسة الهدف من هذا الملتقى التقريب المعلومة من التلميذ من باعتماد مقاربة مجالية تطوى مظهر في التنقل إلى المراكز بدءا من محطة زاقورا أقدز تزارين وتاغونيت الملتقى توقف بأربع محطات داخل إقليم زاقورا أكثر من ستة ألاف تلميذ وتلميذة تعرفوا على الفرص المتاحة بعد البكالوريا الشعار لا طموح مهني بدون هدف مهني واضح رواق هيئة المحامين بالرباط يستحضر ذكر المحام الراحل عبد العزيز النويضي النويضي الذي رحل قبل أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة يحسب له إث كبير من الإصدارات القانونية والحقوقية والدسورية لقاء الوفاء بالمعرض الدولي للكتاب والنشر حضره الزملاء والسياسيون والمثقفون روبرتا سعاد زعيت راوي يوسف الغازي هي لحظة وفاء لذكر الرجل رحل في غفلة عن الجميع المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي في رواق هيئة المحامين بالرباط في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب حضر الزملاء والأصدقاء وكل من كان يعرف الراحل من قريب أو من بعيدة كلمات اعتراف وحب وحزن دفين على رجل كان راحله خسارة كبرى للمشهد الحقوقي والقانوني بالمغرب هو لقاء حب ووفاء يجب أن نعطل للإنسان ما يستحقه وما يستحقه عبد العزيز اليوم بعد غيابه هو أن يعبر الجميع عن ما يخالج قلبه وعقله نشعر بأنه غذرنا جزء مننا أولا ثانيا قائد من القيادات المهنية الحكيمة لم يكن يتردد وهو يرافع ويعطي حياته للقانون من إبراز قيمة القانون في مجتمع المغربي وقيمة القاعدة القانونية وسيادة القانون في مصير البلد رجل كان يتم بمصير المغرب وبالنسبة له المصير يقوم على قائمتين قائمة سيادة القانون وقائمة دور القضاء والسقل القضاء عبد العزيز نودي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط مستشار الوزير الأول الراحل عبد الرحمن يوسفي خلال حكومة التناوب وأستاذ بجامعات أهايو الأمريكية عرف الراحل بغزارة الإنتاج الفكري والأكاديمي وله كتابات مهمة في المجال الدستوري والقانوني والحقوقي نريد أن نقول بأن الوفاء هو من شيئب ومن قيام المحامي ومن قيام إنسان المغربي الأصي كيف كتلاحظي بأنه كان واحد لمّة مفعمة ومتقلة بالحب بالوفاء وبالحزن مشاريع متعددة في مجالات مختلفة حقوقيون سياسيون متقفون مفكرون أكاديميون التفوا حول فكرة حول رجل ولأن الفكرة لا تموت سيظل أصحابها قيد الوجود رغم سطوة الغياب عبد العزيز نويدي عندما تعادل كفة الموقف كفة المبدأ والقضية تصف بالديبلوماسية الناعمة تمرر الرسائل وتوظف في صناعة الرأي العام هي السينما بأنواعها سينما التحريك يقام لها مهرجان دولي بمدينة مكناس بلغ دورته الثانية والعشرين ومن أهداف هذه المهرجان بحسب المنظمين النهض بثقافة سينمائية لدى الشباب والتحسيس برهانات المستقبل على رأسها التنمية المستدامة روبرتاج من تحرير محمد إسراء العاصمة الإسماعيلية مكناس تحتفي بسينما التحريك ضيوف قدم من مختلف أسقاع العالم والمناسبة حفل افتتاح المهرجان الدولي لسينما التحريك الذي يحتفي هذه السنة بميلاده الثاني والعشرين بدأنا فعاليات المهرجان بورشات تكوينية وعرض الأفلام في المؤسسات التعليمية وانفتحنا هذه السنة على فضاءة متعددة في المدينة منها الدار الكبيرة، ساحة أغورا ومصرح محمد المنوني نعمل على وضع معايير دقيقة لاختيار مبدعين الشباب وذلك لتطوير أفلامهم القصيرة ونحن كأعضاء لجنة التحكيم نشتغل بكل مسؤولية دورة تعيد عشاق سينما التحريك ببرمجة متنوعة فبالإضافة إلى عرض الأفلام هناك في البرنامج ورشات تكوينية ومحاضرات ومعارضة فنية المهرجان لديه أهمية خاصة لأنه فرصة للمستثمرين في هذا المجال لكي يكون لديهم تجارب أخرى مع ضيوف دون المستوى العالي اللي يكونون في هذا المهرجان كيفما كتعرف المملكة المغربية تحاول طور هذه الصناعة المهرجان فرصة لتكريم شخصيات بارزة في عالم سينما التحريك ويتعلق الأمر بالمخرج الأمريكي بيل بلامبتوم وكذلك المخرج المغربي حميد السملالي اعترافا بعطاءتهما في مجال الإبداع في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل والقصف مركز على رفاح رحمة تحذيرات أممية من وقوع كارثة هائلة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عملات وأقليم الشمال تقدم حصيلتها وفيها ما يناهي 3700 مشروع في السنوات العشر الأخيرة جلس العملات والأقليم وتحديات التحول الرقمي محور يوم دراسي بمدينة الدخلة لعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام بوائم آوة تطبيق ميدوزام على الشاشة الأنباة متواصلة بعد هذه النشرة باللغة الأمازيغية أنفسها هو ميكاند مع وديع دادة والمسائية يقدمها خالد نجدي شكرا على المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى